اهلاً وسهلاً بحضراتكم الآن موعدنا مع الزميل العزيز خالد البرماوي في برصة الكلام اهلاً وسهلاً يا خالد اهلاً بك خيري بداية أسبوع قوية ومليانة أخبار وقصص كتيرة جداً الناس يهتموا بيها على الشبكات الاجتماعية دي برصة الشخصيات محمد صلاح رغم نوع في أجازة ورغم أن بعيد عن أخبار سوء الانتقالات لكن موجود في جملة مفيدة لما تلاقي خبر عن سادي وماني موجود في محمد صلاح لما تلاقي خبر عن دوري الإنجليزي مباريات ليفربولي اللي تم الإعلان عن جدولها موجود محمد صلاح أجازته دكتور خالد الغفار موجود لتصريحات وزيارات عاملها نهاردة في محافظة الغربية كان فيه مشهد إنساني قوي النهاردة لما السبت استوقفته طلبت منه شقة ست مسنة طلبت منه شقة عامل رد فعلي مع الناس وفتتح أكتر من مستشفى مستشفى طنطا وتفقد أكتر من أعمال لتجديد مراكز صحية المستشفى في طنطا أو في الغربية بشكل عام الفنان الجميل العظيم محمد الحلو شفت أنتوا مع خاري كان لسه ما فيش من ربع ساعة كنا بنطمن عليه كان فيه شائعة سخيفة من ثلاثة أربعة أيام لعلاقة بقدم القدم اليسرى والحمد لله تم نفي الموضوع وهو دلوقتي بيعمل العمليات والعمليات ربنا يطمن ومرتد منصور مرتد منصور رئيس نادية مالك وسيل من التصريحات وسيل من المذكرات وسيل من الأخبار على خلفية المباراة وعلى خلفية تصريحاته لربطة الأندية وبعد خطاب لوزير الشهاب ورياضة فيما تعلق بجماهير القمة هو بيقول أن الجماهير مفروض ما يحضروهش في القمة لأن القمة الأولى ما كانش فيها جماهير ردت الرابطة والاتحاد لا أنه كان فيه جماهير فيه بس طبعا معلومة وأنه ملعب السلام ده ملعب الأهلي زي مستدقرة وملعب الزمد بالضبط جو بايدن ليه النهاردة هنشوف لأن الفيديو طريب جدا ويعيده معايا السقوط رقم كامل لبايدن في 2022 معينه كان بيجري النهاردة إيه شباب كان أجازة أخذ بالك ده في جوازه يعني جوليان أسانج صاحب ويكيليكس النهاردة محكمة بريطانية الأول مرة تقبل استئناف الحكومة الأمريكية لاستدعاء وجلب أسانج والحكم عليه هو كان حجته المحامين بتوعب ويقولوا أن لو تم تسليمه واحتمال يتعرض للانتحار الحكومة الأمريكية بعتت وقالت تطمينات فيما تعلق بمحاكمته لو تفتكروا أنه كان واحد من اللي سربوا وصائق كتير وأول ما نسرب تلكلم على مليون وسيقى خائري وكان 250 برقية سياسية وقتها طيب بالنسبة للحاجات اللي كان عليها اهتمام كبير جدا النهاردة أكتر تصريح يمكن من المبارح للنهاردة عليه جدل كبير جدا تصريح دكتور حسام وفي أحد أبرز أطباء مصر هو كان في أحد البرامج وكان برنامج ديني وكان بيكلم على فكرة المرض النفسي وقال لك القريب لربنا بعيد عن الأمراض النفسية وهو بيقول يعني أن أكتر شعوب مصابة بالمرض النفسي ووفقا لوجهة نظره شعوب غنية ودى مثال لأمريكا وقال لك أن يعني ممكن يجي الواحد مش لاقي ياكل وما يصابش بمرض نفسي وليلاحظنا أن القريب لربنا بعيد عن الأمراض النفسية ربط الإيمان بقلة أو عدم وجود مرض نفسي دكتور خالي منتصر رد بشياكة بأسلوب راقي على صفحته على الفيسبوك وقال لك يعني الأسف مع كل احترامي لشخص القائل دكتور حسام وافي هذا كلام غير علمي وقال لك آسف المرض النفسي يصيب المؤمن أيضا هذا كلام غير علمي ولا يصح أن يصدر عن طبيب شهير وأستاذ جامعي برجاء احترام العلم وعدم وغزاية المزاج السلفي المصري الذي علينا تغييره من ناحية تانية دكتور وكاتب في الطب النفسي يكون محمد طه وورده من الشخصيات الفاعلة ومنتشرة جدا على السوشيال ميديا لكن المرض النفسي يصيب المؤمن وغير المؤمن المرض النفسي موصوم بشكل مجتمعي وثقافي بما فيه الكفاية ما ينفعش نخليه موصوم بشكل ديني كمان يعني أصدو إيه؟ أصدو إن إحنا ما ينفعش نوصم اللي عنده مرض نفسي إنه غير متدين غير مؤمن فكده هيبقى المجتمع بيبص بنظرة دونية للي عنده مرض نفسي وكمان هيبص له نظلة بعيدة عن الإيمان نظرة فدي زاوية صعبة جدا وأنا متفق جدا جدا معاه خيري في النقطة دي بينما دكتور جمال الشعبان العميد السابق لمعد القلب قال لك إن دكتور حسام وافي أستاذ الأمراض البطنة الأول لأجيال عديدة من أطباء مصر وهو العالم القدير وليس درويشا ولا صوفيا ولا متجرا بالدين لكنها متأمل متدبر في كتاب الله المنظورة الذي هو الكون وكون الله المكتوبة الذي هو القرآن ما تزعلوش وجهات نظر؟ أنا بس معترض هنا على الدكتور جمال فكرة ليس درويشا ولا صوفيا ولا متجرا بالدين الصوفي مش متاجر بالدين إطلاقا ولا الدرويش حتى بمفهول وهو العطف على الثلاثة دول ما لهمش هنا مش ربط مش كويس يعني وهو العطف ملاش أي منطق الدرويش والصوفي والمتاجر بالدين متفق جدا معاه خيري طيب في المرة دي محمد رمضان تريند في مصر والأردن الحفل كانت مبارح لكن حصل عليها جدل كتير جدا في المجتمع الأردني ليه؟ دخل المسرح بسيارة نطلية من الدهب وكان النص اللي فوق عرياني يعني ده مش أول مرة وقدم التحية للملك والعائلة الأردنية وعمل فيديو كده للفنان القدير العظيم عمر الشريف لما كان بيشيد وبيتنبأ بين عبقرية أو بجودة فن محمد رمضان ولبس الزي الشعبي الرسمي الأردني تتفق أو تختلف محمد رمضان قوة نعمة فنية في مصر بعيد عن إن الزوء ما يعجبش بعض الناس لكن بيعجب شباب كتير على مدى الوطن العربي محمد صلاح وبيبا بيطلق فيلما وطائقيا عن محمد صلاح وحطوا على صفحته الرسمية من يومين تلاتة ودهنا نشوف لقطات مروان بابلو نجم راب كان موجود في الفيلم وكتير جدا من النجوم والمشاهير المدير الرياضي لباير نيميونيخ أكد إن قدوم سادي يوماني للفريق الألماني مسألة وقت طبعا في ناس فرحته في ناس زعلته ناس وقصة طويلة يعني أنا من الناس اللي اعلانين على فكرة والله أه طبعا أنا كنت بحب وجوده مع صلاح رغم كل شيء كان عامل استفزاز حلو بينهم كان فيه استفزاز بس في نفس الوقت الموضوع بدأ يدخل في ناحية نفسية صعبة يعني بدأ يبقى فيه مش عايزة أقول نفسنا بس أنا أشك إن ده سبب خالص يعني بس أنت لما تيجي تشوف مثلا محمد صلاح كم الكور اللي بيساعد بيها زملائه مقارنة بماني ماني عنده تو أسست تو اتنين بس أسست طوال الدوري الإنجليزي محمد صلاح 13 فلا فيه فرق فانا نفسيات بقى جامدة طب نسيب ده ونخش بقى ليه هل ده حسد ولا عين ولا إيه قصة جو بايدن تعال نبص على الفيديو ده لجو بايدن رئيسي الأمريكي وهو بيحتفل بعيد زواجه الـ 45 صاحب التسعة طب طبعا دي ما كانتش يعني صدفة لأنها حصلت أكتر من مرة طبعا نستفعلت ونستعطفت ونسألت إن دي مش أول مرة وهل هو رئيس جدير بالحكم في السن ده وكمان بدأوا يتكلموا على إنه سقط أكتر من مرة وقررت علشان كده هو بيركب الطيارة جابه بيجري بيجري موّع موّع في الطيارة وسامت اعتردت مرات من التصريحات اللي كانت موجودة مبارح وكان عليها لغة كبير جدا واتفاق واختلاف تصريحات لترامب كان مبارح في جلسة من الجلسات اللي ليه علاقة بالحزب الجمهوري وكانت ليها طابع ديني هو خاطب الجماعة دول وقال لهم بإن تعليم الأطفال الميولوجنسية في المدارس يعتبر جريمة وأدان فكرة أن يتم توجيه الأطفال في السن المدرسة أنت تعرف أن المفارقة أن في الغرب دلوقتي كان في استراليا وفي الكونجرس أعتقد بدأوا تاني يقولوا يعني إيه مرأة وبدأوا يسألوا هذا التوجه حيلغي فكرة المرأة والرجل التعريف البيولوجي للإنسان هو ستة يعني إيه وراجلي يعني إيه مع الدعوات للشواز اللي بقى ترهيبة بدأ الغرب يفوق ويخاف لا وأختار كمان فكرة إقحمها في سن الطفولة يعني أنت في سن الطفولة طبعا ده خطر جدا فيها وزي ما ديزني وزي ما دكتور محمد فرحي كان معنا الأسبوع اللي فات وإدى تحليل وافي وكان على فكرة من الحقيقة المنتشر على السوشيال ميديا طيب من اللقطات اللي كانت مهمة جدا جدا هي لقطة غريبة عجيبة فيديو من يومين ثلاثة لأب ينتحر على كبري على النيل في منطقة مصر القديمة بعت رسالة وفيديو مؤثر جدا ثم تعاني بص على الفيديو يعني النسخة الرجالي من فاتن أمل حربي باختصار إيه القصة؟ القصة إن أب عنده مشاكل في رؤية أولاده فصور فيديو ونشره وبين إنه هو بيقدم على الانتحار لكن الوضع ونسخة كتير دخلت وعلقت خدوا بالكو ده جزء على فكرة من هو اللي بقى التريند الشعبي الناس اللي هي عايزة تعمل قصة هو عقله هدى إنه هو يعمل فيديو ده ربما يؤثر لكن وزلط الدخلية حققت في الموضوع وجابته وجابت كل شركاء وإحنا بنتكلم على سبع شركاء منهم رأيب وسيدات ومنهم والدته ومنهم المراكبي هو عمل نط وكان فيه مراكبي مستنيه تحت الكبري واثنين من شركاءه خدوه وأنقذوه وعمل زي جاوباته وأنقذوه شو ما بينتحر شو ما بيمثله خدوه لو كان ما خدوه كان بمضبرة طبعا الواقع أثارت كتير من الجدل فيه ناس بيقولك فيه محمد عطية بيقولك على ما الموضوع ظاهره مضحك لكن لابد من محاسبة الزوجة التي دفعته أن يعمل ده كانت فيه زوجة وبيقول كده لا فيه زوجة زوجة وعمده مشكلة مع الأولاد وفيه في صد من 3 شهور داليا قالت لا حوله ولا قواته إلا بالله يعني لا يجي لجأ لجأ للحيلة عشان يشوف عياله للدرجة دي قانون صعب مش عارف يساعده يشوف عياله طيب ما الساعده يشوف عياله بدل ما يتقبض عليه التعليق ده بقى كان تعليق من مواطن كله مفهومية وبيتكلم على أنه انفصل عن مراته من فترة ومش بتخليه يشوف أولاده آخر لقطة واحدة بقيت قولي بقى ريهام بتقول الحمد لله إنهم في حوزة والدتهم اللي هي الأولاد في حوزة والدتهم عرفنا ليه مش عايزا يشوفهم كان رضي يعني برضو يعني كوميدي لكن برضو في دلالات كتير جدا لقطة الإسماعيل أخدها ولا ناخد القمة تاعت الأهل والزمالك عاملين مقارنة الإسماعيل ولا القمة لا الإسماعيل طيب ناخد الإسماعيل طيب إيه اللي حصل اللي حصل طبعا انتوا عارفين في التوقيت ده بيقى فيه اختبارات كتيرة جدا للناشئين والإسماعيل يمن الأندية طبعا طبعا اللي كتير جدا من طول عمرها كانت مصرخة وإلى الآن وحتى كمان اخدوا بالك وفي بعض اللي عائلة بتيجي من محافظات بعيدة عن الإسماعيل اللي هي من الشرقية ممكن حتى من القاهرة من برسعيد بيجوا عشان يعملوا اختبارات اللي حصل الواقعة دي بالفيديو شاب شوية طفل راح يتمرن أو يحتر يحتر اختبارات يحتر اختبارات وكان لابس تيشيرت النادي الأهلي الصوت مش واضح لكن هو تم تعنيفه وتم إجباره ان هو يقلع التيشيرت وموظفي الأمن يعني تعامله معاه بشيء من الغلزة شيء من الغلزة طيب الرد الفعل اللي جيه أول رد فعل رسمي نشر على موقع في الجول من خالد الأماش كانت خالد الأماش رئيس قطاع الناشئين فاندل إسماعيل قالك وقع الطفل الذي كان يرتدي قميس الأهلي في البداية نحن نحترم كل أمدية مصر بكل ألوانا وليست لدينا أي مشكلة مع نادي بعينه وما حدث هو أن فرض الأمن على بوابة النادي منع طفل أثناء دخوله للاختبارات وهو يرتدي قميس فريق الأهلي وهذه التعليمات من القطاع يعني واضح أنها تعليمات من القطاع لا حد يدخل غير بزي موحدة أو فهينا موحدة ويجب أن واضح للجميع أن كل أطفال أثناء الاختبارات يرتديون قميسا موحدا وكل لعب يجب عليها أن يغير القميس الذي جاء به من الاختبارات والد الطفل محمود عبدالوهاب قال إيه؟ قالك أن في الاختبارات لا يدخل أولياء الأمور مع اللعيبة ومنع البابة النادي بيخرجوا اللعيبة وقال لك أن احنا تعرضنا للمضايقات في المسافة اللي هي على قبل ما الدخول للبوابة وقال لك أنه طلبه من ابنه اللي هو كريم محمود عبدالوهاب أنه هو يخلع الأميس ويدخل وعلى حسب كلامه أن في الاختبارات لم ينجح ابني هو بقول كده لم ينجح ابني في الاختبارات بشكل متعمد فالموضوع ده خلف منطقة يعني ما أعتقدش أنها لائقة كابتن حسني عبدالرابو كان ليه رد فعلي جميل جدا والناس اهتمت جدا برقي الرد ده قال لك أرفض ما حدث للطفل الصغير الذي لا نعلم هل يمتلك غير هذا تيشيرت أم لا موطة مهمة جدا وكان يجب منحه تيشيرت نادي الإسماعيلي واحتضانه حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة وأنا أدعو الطفل ووارده لمقابلتي غدا بالنادي بمنحه تيشيرت نادي الإسماعيلي واختباره من اللجنة في وجوه كلام محترم أول بدا أنت عارف أن الأهل كمان وجههه الدعوة زميلنا العزيز إبراهيم المنيسي وجههه الدعوة أن يروح يحضر الاختبارات في الأهل والله بس المرضي مشييرت لعاتشيرت المرضي مشييرت لا لطة مهمة جدا هنا فكرة طفل والتعامل معي يعني الكلام اللي قاله كابتن حسن عبدالرابو هنا كلام إنساني وعاقل جدا أنت عايز تلغي التعصب فبتزرع في الطفل ده إيه بالراحة خده ودخله وقله خده باستشارة الإسماعيلي يا حبيب أنت مش جاي تختبر عندنا وبتاع وإحنا والأهل واحد بس إنت جاي تلعب في الإسماعيلي كلمتين يعني ده اللي قاله يعني ده اللي ختم مش هينتها اللحظة طبعا لبدال ما تبقى في زي نصنع الانتماء حسن عبدالرابو ربط ما بين فكرة التصرف بتاع الكابتين حسن عبدالرابو محترم جدا ودعوة الأهل محترم ولولد كويس للي إسماعيلي هيفرط فيه ولولأهل يخده مش هيفرط فيه إحنا في عرض لعبنا ويمكن في يوم الأيام يبقى نجم من النجوم لكلها سنين صغيرة نورتنا يا خالد تسمع بكرا إن شاء الله الأهلي والزمالك والقمة ويعني عندنا شوات إحصاءات بس بكرا إن شاء الله لما نحسم بإذن الله فاشكرا جدا شكرا أشكر زميلة العزيز خالد البرماوي ونطلع فاصل وبعد الفاصل حنستقبل مبدع مصري مبدع مصري مر بتحولات كتيرة قصته تنفع قصة ملهمة لكتير من الشباب الذي بدأ موظفا في بنت ثم أصبح مخرجا عالميا محمد دياب نايت مون الفيلم الذي يعرض على ديزني الآن على ميرفل اللي خدتها ديزني ديزني بلس كانت بتحتفل بمحمد دياب على المنصة أول لقاء بعد هذا الفيلم ورحلة طويلة هندخل فيها في مشاعر وعقل محمد دياب كيف من موظف بنت إلى مخرج عالمي الرحلة طويلة ولكنها فيها خبرات كتير هنستفيد منها بعد الفاصل